سرطان الثدي يشير إلى ورم خبيث أصاب أنسجة الثدي وغالباً ما يصيب القنوات التي تحمل الحليب إلى الحلمة وغدد الحليب إلا أنه قد يبدأ في بعض الحالات في الأنسجة الأخرى من الثدي تكمن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بأنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها القضاء على مرض سرطان الثدي وعلاجه وعلى العكس من ذلك فأن التأخر بالكشف عن المرض يعني صعوبة أكبر بالعلاج مع ارتفاع احتمالية الوفاة بسبب الإصابة بالسرطان فمن خلال هذه الخطوة تحظى المصابة بسرطان الثدي بفرصة البقاء على قيد الحياة إضافة إلى فرصة احتفاظها بثديها وعدم استأصاله بالكامل كما يحدث إذا ما تم اكتشاف الورم في مراحل متأخرة يعتمد علاج سرطان الثدي على عدد من الأسس أهمها حجم ومكان الورم في الثدي والدرجة التي وصل إليها الورم وعمر السيدة المصابة وحالتها الصحية وطبيعة الورم إن كان يحصل لأول مرة أو ورما عائدا ونتائج الفحوصات المخبرية ومن أهم الأساليب العلاجية لسرطان الثدي التدخل الجراحي الذي يتمثل باستأصال الورم الموجود في الثدي أو إزالة الثدي كاملا إذا كان الورم كبيرا ومنتشرا في أنسجته العلاج بالأشعة وهو علاج موضعي يتم فيه تعريض الورم أو بعض العقد اللينفاوية إلى الأشعة السينية للقضاء على الخلايا السرطانية وإيقاف نشاطها وهو علاج مكمل للجراحة التي يتم فيها استأصال الورم فقط أو بعد استأصال الثدي وتعتبر أشعة الماموغرام والرنينو المغناطسي وتقنية التوموسينسيز تقنيات حديثة ومتطورة لتشخيص سرطان الثدي وتقييمه لدى السيدات بعد سن الأربعين العلاج الكيميوي ويعني استخدام أدوية كيميوية قوية على شكل حبوب أو حقن في الوريد للقضاء على الخلايا السرطانية وفي العادة يستخدم عقاران أو أكثر ويعطى على شكل أدوية تغير من طريقة عمل الهرمونات أو جراحيا عن طريق استأصال المبيضين الذين يفرزان هرمون الاستروجين